تحت عنوان هذه المحاضرة التفاعلية تحت عنوان تطور البشرية وعلاقتها بالتنمية المستدعمة هيكون عم تقدمنا إياها الدكتورة دونية العشرة والدكتور روبي محمد عبد العال والدكتور محمد عز الدين هتكون هايدي المحاضرة مدتها ساعتاني يوم إذا أقل راض هتكون مشتركة بين الفردة كاترة اللي اسقلنا اسمي قبل شوي أكيد في مجالة أنكم تسألون أي أسئلة بتكون إياها تستفسوا عن أي شيء بتكون إياه ما في أي مشكلة كل عادة رابط الحضور بينزل بآخر المحاضرة بعد ما تقطع ساعة ونص من مدة المحاضرة والنقطة تلتة أكيد ما بدنا ننسى أنه نتشكر أكاديمية ميتا على دعمها على دوراتها ومحاضراتها الدائمة ونتشكر شرك شريك النجاح اللي هي الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يعطيكم ألف عافية ويساعد نساكن جميعاً وحنكون عم نبلش اليوم بمحاضرتنا تطور البشرية وعلاقتها بالتنية ومستدامة مابعد فين أن الدكاترة حابب يبلش فليحابب فيكم عم نفتح المايك ويبلش معنا اليوم دكاترة حضرتكم موجودين معنا دكتور روبي حضرتك موجود معنا أو دكتور دينا دكتور دينا دكتور دينا حضرتك موجودة معنا تقدري تفتح المايك ويبلش معنا لليوم ولا يهمك تقدري تكون عم نبلش معنا اليوم كأول دكتورة بافتتاح المحاضرة التفاعلية تمام دكتور روبي موجود لا لا دكتور روبي ما موجود دكتور دينا تفضل تفضل دكتور دينا احنا دكتور دينا تقدري تبلش حضرتك لأن دكتور روبي شكله بعد ما فتح معنا بس تقدري تكوني عم نبلشي لأن دكتور روبي ما موجود معنا بعد ما فتح بس تقدري تكوني حضرتك عم نبلشي بمحاضرة التفاعلية بس رجاء افتحي المايك لأنه مسكر حضرتك عندك المايك تمام دكتور محمد حضرتك معنا دكتور محمد عز الدين حددتك معنا اليوم ايه مسلا نور دكتور مازن تمام هلا الشكل في مشكلة عن دكتور زينة انو عم تطلع وترجع تدخل طيلا طمع بيقدر يكون عم يبلش معنا دكتور روبي بس المايك مسكر عندك بعدك تفتح وتنقدر نسمعك اشتركوا في القناة دكتور خمس دقائق دكتور روبي يما الانترنت اعتقد هزا انا اتخبرت انا 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 مع حضرتك لو سمعني يا دكتور انا مع حضرتك انا متواجد مع حضرتك شكرا مع عليكم انا كمان متواجدة بس ما عرفش ليه اه تقريبا نخرج تلقائي في حاجة مش مزبوطة تقريبا الانترنت شكرا 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدت طبعا بالتواجد معكم معكم دكتورة دينا العشري رئيس تحرير مجال الدراسات الأفريقية والعربية ونائب رئيس جمعة البنية الأوروبية للتعاون الدولي والعقادات الدولية طبعا نحن النهاردة عنوان محضرتنا عن أهم ما يميزه هو موضوع التنمية المستدامة التنمية المستدامة بشكل عام كما طبعا الجميع يعرف هي خطة تتبنىها العديد من الدول لتحقيق طفرة نوعية واستدامة على مستوى الدول الأفريقية والعربية والعالم بشكل جيد لو تستمع تسماوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وجود الكوكبة من الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التنمية البشرية والصحافة والاعلام هو موضوع عميق يمكن ان يكون حديث الساعة صدفوا على بنبقى مجبارين ان احنا نتناول خضية او محور مهم يهم حديث الكرة الارضية الكرة الارضية احنا عايشين فيها مش في معزل تماما وعمرنا ما هنكون في معزل غير عن احداثها لان هي كرة في الاخر خالص هي بتدور كل دفل هذه البوطاقة او هذه الكرة معني بشأنها في الحقيقة موضوع التطور البشري وتطور البشرية هو موضوع شيء جدا موضوع جدلية كبيرة بدأت منذ خلق الانسان الانسان بطبيعته ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وتحدى به الملائكة تحدى به الجنب ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ليحبه ودائما وابدا انا اركز على هذه النقطة ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش وما خلقناش حاشا لله ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان لكون ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب المخلوق ولذلك سخر له الارض ولذلك جعل له الارض ممحدة يسخرها ويسيرها وانحنا نرى الان اننا اه سخرنا السماء سخرنا الارض سخرنا البحار سخرنا كل هذا لخدمتنا ولرفاهياتنا. فلذلك الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وانا من وهي 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 القرى الارضية او الارض اللي يعمرها. كون انه وهذا بالعبس السلوكي فهذا من انحراف من استواء الفطرة. طبعا في البداية ستبحث بشيئة الله عن علاقة هذا التطور البشر بالتنمية. هناك عدة محاور ستتناولها هذه المحاضرة او الجزء اللي انا سأقوم بالقراءة يعني هي اولها يعني النبضة بسيطة عن خلق الانسان منزو حضر سيدنا ادم. ايه الجؤهية الدانية هو الجنس السلو الشهر ذاته اه اا ماذاب العвиة والاكراف katraktik كما على ال张. Fa RE. فبداية اسمعو لي اننا يعني يعني ستكنه بسيط صوروي والكده اننا انا هسجقه. اللي كان مكانه من حقاب والاحداث kings и king actually. طيب ازاي احنا عرفنا انه الحقيقة دي او المدات التسريفية منذ خلق الانسان اللي عليها جادة للشديد وعلى اشكالية اشكالية انه نحن ننهى بان نفسنا ان نكون بعيدة عنها لكن الاقرب دينا طبعا الاقرب احنا بتناخد دايما الاستنادات الاقرب للعقائد واقرب للعقص واقرب للمنطقة بعيدا عن نظرية الدروس وانو بعيدا عن نظرية النظرية الاوليابية التي وظافتها بعض اه 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 قامتها لاهدف الاخرى احنا كمنا نقع بعيدا عنها ولكن ازاي عبتنا ازاي عبتنا الحاسي اكتشف اللي ما تعانى العلمات من العمور الاحياء اللحن. يعني. آآ بعيدا عن هذه النظريات والاشتراكات اللي احنا تآآ تآآ عليها. احنا هنتكلم عن خلق سيدنا آدم وهو بداية الخلق البشري. كن انه كان فيه قبل آدم امم او آآ او ما شبه ذلك. هذا يعني مش هيبقى موضوعنا اوي آآ آآ هو ربنا سبحانه على المقصود انه جعله خليفة. ليس خليفة لله ولكن خليفة استخلف ما قبلها. ما قبله من امم. طب. آآ عدة امم زي ما احنا قلنا ولكن آآ خلص ربنا سبحانه وتعالى جاء كما جاء على اللسان الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني اذا شاهد انه كان فيه ما قبل آدم كان فيه على هذه الارض آآ مجموعة من الامم مجموعة اياه. هذا لا يعنينا في هذا المقام الان. هذه الامم ازا كانت بنت حضرات. نعم بنت حضرات. ايه الدليل? انه مجموعة من الجن ايه. على عرف المأوه هكذا. ده دليل انه. ثم كان عندهم معرفة بالحضارة والعمرات. ايه يمكن الاخذ برأي ان سيدنا ادم طبعا واشياء قبل وطوفون بتاع سيدنا نوح. ولكن الاقاويل او المدينية تقول ان الحقبة ما بين خلق سيدنا ادم وخلق اه و سيدنا نوح حوالي ما يقرب من او سيدنا ابراهيم حوالي الف عام. تمام? الف عام. طيب. لو قلنا ما ارهيم وسيدنا موسى هناك برضو بعض الاقاويل تقول الف عام. كل هذا لا يعنينا هذه السربيات التي تقول ما بين النبي الفلاني والنبي الاخر. هذه الزمنة. دعنا من كل هذا ودعنا نقول ان هناك. او اتفقت على ان هذه. ما يقول. سنة. هذا ما يعني. بسيطة جدا. بتاع سيدنا نوح. يقال انه سيدنا نوح. يعني من انبياء الله. انه اللي كان معه حوالي شخص. ودين معه. طيب. البشرية الارضية. وانضا صارت وانضا. بها زالي. انين. يقوم بعمران هذه دي برضي نقطة لابد ان. هل العدد القليل يقوم بالتنمية اللي احنا بنتكلم عليها? طيب. ايه المواصفات? ايه المواصفات اللي جعلت هذه الامة او هذه المجموعة تبني تبني الكون من جديد. تبني الحضارة من جديد. تبني المستعمرات البشرية من جديد. طبعا هزي احتاجت للوقت طيب. اذا كان الاعمار اللي احنا بنتكلم عليها مهمة. في كل حكبة التاريخية التي ذكرناها مواصفات عمري وكذلك ينعكد على المواصفات البشرية. اذا كان في حكبة تتراوح ما بين الالف عام. اذا يستطيع الانسان بقواته الجسمانية والفيسيولوجية طبعا غير الانسان اللي هو الحكبة بتاعته ما بين ستين لسبعين سنة. طيب ربنا كل ما بيخلق خاطر تبارك وتعالى وجنس. فهو ربنا سبحانه وتعالى تلاءم مع هذه الطبيعة. احنا لما نقول انه الجنس البشري تعامل زي مع الصخور الصماء. زراعة. كيف عارف البنيان? كيف عارف العمران? الحضارة في مصر? الحضارات. انمات رهيبة. انسان عاجزا الى الان كيف بهذه الاشخاص او هؤلاء الاشخاص ان تقوم بهذا الزروف الصعبة في ظل عدم المعدات. عدم وجود حضارة الحضارات العقل. لا. استماعات البشريات تختلف من شخص لشخص. وبالتأكيد كان برضو هذا الكون او هذه المجتمع اللي كان عايش فيه برضو بما يتوافق مع قدرة التي تساعد على التكيف وعلى التغلب على هذه الصعوبات. وفي نفس التوقيت نقدر نقول ان الحضارة استلزم في بنائها الهمة اللي احنا دايما بنحس عليها اللي هتبقى العامل المشترك في كل حقبة من الحقبة. الهمة انت ازاي جبل وازاي تنحك فيه? ازاي تصنع منه بيوت? ازاي تمهد الارض للزراعة? ازاي تكتشف المياه? ازاي تتعامل? ازاي تكتشف النار? بعيدا عن النظريات الغربية بقى? او تطور الانسان واصله كان ايه? وما عارفش ايه? والغيابة والانسان الغيابة والكلام كل هذا لا يعنينا واحد. اشتركوا في القناة 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 عادي وبذلك يكيف حياته عليها. وبالعكس صحيح في الاماكن المتجمدة. يمكنه ان يتعايش مع هذه الطبيعة. آآ هذه النقطة محور اخر عشان عملية الوقت واطرق الوقت اللي زمال. احنا لما تطور البشرية زي ما احنا زي ما احنا سريعا كده وقلنا طيب اذا كان هو ده العمران اللي قام به الانسان. طيب نيجي للجانب الاخر الجنس. طيب. الجنس. الجنس برضو. هو اللي استغل الجنس. هو بالشكل الموسيقى. ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان لعمارة الارض. نيجي نبص لو جينا تناولنا ما. زي انتشر. وطبعا كانت الضحية الشعوب النامية او الدول النامية وخاصة انقارت افريكا في هذا الفضل اللي احنا لما نقول مثلا احنا قضية الغرب لعدة لتكيب فكان بعوض فكان يزهب حتى البشري اه اماكنه اللي افتح خاصة به وهي الهدف ذاك الاخرى المهمة. طبعا احنا لو اتكلمنا عن هال ان احنا انا عندي ملحوظة بما اني متخصص في الشأن الافريقي ولكن انا يعني دايما اقرف ان ان انا بقول انه يعني البرتغال هي صاحبة الاصطب في هذه التجارة او في هذا الحجد اللي هي كانت بتعتبر هي يعني زي ما نقول هي وكيل باللغة الدرجة هي اللي بتوزع هذه التجارة على اوروبا بدأت طبعا منذ بدء الاستعمار الاوروبي في العصر الحديث انشأ مراكز تجارية حصون عسكرية على السواحل الغربية للقارة الافريقية بالذات او بالقرب منها حتى اطلق الاستعمار البرتغالي في ذلك الوقت تعبير استعمار البهار الهدف منه تمام؟ لكن الامر تحول بسرعة واصبحت السلعة المتدولة هي الانسان الافريقي اللي هو يعوين كوسين العاج الاسود بالاضافة اخرى زي الدهب والسمج و و في العصر الحديث هي ابتدت الاول تاخد مظهر ديني دخلت بمظهر ديني ادعت البرتغال ان هدفها هو ابعاد الافاركة الوسانيين عن اجواءهم الافريقيين الافاركة المسيحية المسيحية لي وقوامين البرتغال عملت ايه البرتغال بعد كده؟ خدت اساسه مدارس للرق الحديثة طب الهام للأيدي العميدي احتاجها الغرب لفعمير العالم تمام؟ انه دقان انه احسن انه احسن انه احسن انه احسن احسن ودخل انه احسن بمجموع انهم انهم يقوم بيموت والنص في كل الأنواع الحياة التي يصعب بها أن يقوم الإنسان الأوروبي ابتدت نهضة أوروبا أو ابتدت الحياة الأوروبية في ذلك الوقت في الحقبة اللي احنا بنتكلم عليها وخاصة في القرن السادس عشر تنهض بشكل كبير بالجنس البشري فلو قلنا إعلقة التنمية أن هم استخدموا الجنس البشري في تقويم الحياة والنهوض بالنسبة لهم على مدار هذه الفترة طيب احنا بعد كده يصطادوا بها يصطادوا بها الإنسان الفقير اللي هو مش لاقي يا كل اللي مش لاقي اللي ماشي بيدور على قوته اللي بيدور على حاجة ويضعوهم ويخزنوهم في هذه السفن من يمرض منهم يلقوه في المحيط أو من داخل السفينة ومن يبقى منهم حي فليذهب إلى أوروبا ليقوم بهذه النهضة ننتقل إن هذا طبعا انتهت التجارة دي طبعا كانت موسيئة جدا ومازالت هي موسيئة في الحقب الأوروبية أو في التاريخ الأوروبي ومازالت هذه الإساءة يعني إحنا لو بندور على حقوق الإنسان وبندور على يعني لو في الدول النامية في الدول الأفريقية فمن أبسط ما مطالبتنا هي مطالبت الشعوب الأفريقية والشعوب النامية بتعويض عن تجارة عن هذه التجارة الموسيئة التي إنساني عن هذه التجارة ولكن مع ظهور الثورة الصناعية إدخال المحركات وإدخال الوقود وإدخال الوقود الذي حرش آآ ابتدت الاستغناء عن الجنس البشري اللي بيقوم بهذه الأعمال وبيقوم بهذه الأفعال طبعا مش في احتياج ليه آآ بال بالعكس ده هو أصبح يبقى عليه لأنه ضروري إنه بيقوم بالأكل وشكرا في المسكن وبالتالي حلت الآلة مكان وبالتالي استغنط أوروبا عن هذا الجنس ولكن ضروري إن إحنا نحط حقائق لابد أن تؤرخ إن الجنس البشري في هذه الحقبة كان سبب من أسباب وبقاء أوروبا أو ما يسمى بالتطور الأوروبي والمساعدة على البقاء للمساعدة نيجي بعد كده لجزء آخر من معوقات التنمية المستدامة إذا كنا تكلمنا عن العنصر البشري فإيجابياته الأول منذ نشآته كيف تكيف مع هذه الأرض وعمراته عن تجارة الرقيق والتجارة الرقيق والأستغل لصالح مجموعة دون الأخرى أو كذلك هناك عفوا دكتور الصوت يقطع الله يبارك لديك طيب كده يعني هل كده مسموع يا دكتور بلا حاليا نعم 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 يا دكتور نعم أنا لم أتحرك من مكاني والله معذرة هو النت ممكن يكون بس سيء بعض الشيء يعني العنصر الأخير من هذه الجزئية من المحاضرة هو معوق التنمية وهو الفساد وفساد يدخل فيه كل معوقات المستدامة بداية من الفساد العادي الفساد ما بين الحياة اليومية والحياة بين المواطنين انتهاءا بالفساد السياسي والفساد الأكبر طبعا إحنا لو قلنا أنه عكس الفساد على التنمية هنتكلم الأول على العبس السلوكي اللي يوجد ما بين الأفراد ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان فطرة هذه الفطرة ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر إن الإنسان ما ينحرفش عنها لأن لو انحرف هتميل به وهتقول إلى مقارب تكسد حياته اليومية وحياته المجتمعية طبعا من أضرار أو من سلبيات هذا الفساد اللي هو الانحراف طبعا الفساد بيولد الفقر إحنا النهاردة يعني النمازج كتير جدا ونمازج يعني حتى الشرح فيها هيكون يعني اسهاب غير مبرر ولكن نرى مجتمعاتنا في الوقت الحالي إحنا ما عندناش مشكلة في الموارد ما عندناش مشكلة في الطاقات ما عندناش مشكلة في أي شيء إحنا عندنا مشكلة في الفساد الفساد اللي موجود بداية ما بين المواطن والمواطن الآخر إحنا تعودنا على العبس يعني ممكن تذكر بعض الحالات البسيطة البسيطة اللي إحنا ممكن نعيشها يعني إحنا في مشكلة في العالم دلوقتي اسمها مشكلة الغذاء وهي مشكلة قادمة تمام تدخل فيها عوامل كثيرة نظر مع التغييرات المناخية وما شابها ذلك ولكن أهم هذه السلبية أو هذه المشكلة هي مشكلة التجريف الأراضي الزراعية الإنسان بيحول الأراضي الزراعية اللي هي الصالحة للزراعة اللي هي بالفعل قابلة كما يقول قابلة بيحولها لما تكاسب لما تطامع مادية يجرد يحولها إعلام وهذه المشكلة الموجودة في المعظم يضر بالبيئة يضر بالتجنمية يضر بالكل شيء أنها التكالف الدول الأصناعية وما دلت أكرر أن السبب الرئيسي بل السبب الأعظم في هذا ما نراه من التغييرات المناخية وعكاساتها على حياتنا المجتمعية وحياتنا اليومية هي الدول الصناعية الدول الصناعية بالتكاذب والتصارع على الصناعات وهي تعلم أن التلوث البيئة وتغيير أو بمعنى صحة الانبعاثات الكربونية النتجة عن هذا التلوث يضر ويجعل من الأضرار العالم كله يعني بيعيش هذه الأضرار إلا أنه ما عندوش أدنى مشكلة في أنه يواصل ما عندوش أدنى شيء في أنه يعني يعني يغير هذا النمط بالضبط يعني أنا هوقف هوقف تصنيعي وهوقف مصانعي ووقف اكتصاري وبالتالي هضرب اكتصاري وبالتالي تصبقني دولة أخرى فهذا التكالف يجعل الإنسان فيه إصرار وفيه عناد على ألعبة بالبيئة ألعبة بالتنمية وللأسف المتضرر الأكبر من هذه الكارثة هي الدول الدول الأكبر نحن أو الدول النامية لأن غالبا غالبا إحنا بنكون مقبرة نفايات لإمة لصناعاتهم أو تلوثاتهم أو بنكون إحنا دايما المادة الخام اللي هما بياخدوا بيها بيعملوا بيها الشغل بتاعهم بيعملوا بهم النهضة بتاعتهم إحنا كمادة الخام ولكن بيعود علينا الأضرار هذا العبس من الفساد الفساد البشري أو الفساد الإنساني عكس بالسلب على التنمية المستدامة أنا بتكلم ممكن أن أكون بتكلم بشكل عامو والإخوة الزملاء هيستتركوا في التنمية المستدامة بشكل إن شاء الله رب العامين مستفيد ولكن بشكل عامو والإنسان بالتالي أثر على التنمية المستدامة اللي هي إحنا بنعيشها في الوقت الحالي وإحنا شكرا الجسيم ولدت الأمراض ولدت دائما إحنا متزيلين لدول العالم كما يقال بصفة عامة الآثار اللي موجودة من عبس من رضاءة من إساءة للأسف هي بفعل الجنس البشري ذاته ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الطبيعة خلقها من البداية صماء وتعامل مع الإنسان آآ قدر يركب البحر قدر يطير في الهواء قدر يسخر الأرض يبسطها يمهدها يستغلها كل هذا جميل جدا كيف تحول هذا الإنسان الذي بقدراته أن يتغلب على العزية المعوقات للقرى الأرضية أو الكوكب اللي احنا عايشين عليه إنه يفسد فيه تاني وبالتالي يعنعكس على هذه على التنمية المستدامة بنقطة ضروري إنها تكون في الأزهان وقبل الأزهان نبود أن تكون في الضمائر طيب ايه المطلوب مننا كلنا كجنس بشري المطلوب مننا من البداية إن احنا نقوم هذا السلوك كل واحد يقوم سلوك ودخله مش هنقول إنه لا ده بفعل كذا وده بفعل كذا وده بفعل أنا أفتش في ذاتي أولا أفتش في ذاتي ماذا أنا بفعل يعني أنا لما بمشي بعربيتي وألاقي ابني بيرمي العلبة بتاعت الكنز بتاعت المشروب بتاعت في الطريق إنما قومتوش وعرفتو إن دي أضرارها أضرار جسيمة خلقيا إنسانيا دينيا وهكذا ابني بعد كده مش هتبقى موضوعنا إن هو بيرمي علبة كامز لا ده بالعكس ده بالعكس يستطيع أن يقوم بكسر الشارع نفسه بأعاقة بأعاقة أي شيء في المجال فإذا كنا بنبحث عن التطور أو بنبحث عن التنمية المستدامة نبدأ بأنفسنا أولا وإن بدأنا بأنفسنا بأولا لابد أن نرجع إلى الفطرة السوية بداخلنا تقويم السلوك إذا قومنا السلوك إذا ستكون التنمية في نهضة وسنكون في نهضة ولنرى مجتمعات كثيرة فعلت ما أقول عليه ونهضت ليس بعيب ليس بصعب ليس بمستحيل أنا ممكن أكون يعني أكتفي بهذا القدر من المحاضرة كي يعني أترك مساحة للإخوة الزملاء وأرجو أن أكون لا قد قتلت وأرجو أن أكون قد يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر جزيلا وشكرا لحراراتكم وأترك كل مجال للإخوة الزملاء أعطيك العافية دكتور روبي هتكون معنا هلأ المفروض دكتور دينا دكتور دينا حضرتك معنا هتكون معكم تحياتي للجميع وشكرا لدكتور روبي عبد العالة على هذه المعلومات والمحاضرة أو الجزء اللي حضرتك فيه بشكل مستفيد حديثي اليوم هو حول التنمية المستدامة وبشكل عام وتتعرفها وأهمية التنمية المستدامة في العالم الحديث وكذلك تأثير التنمية غير المستدامة على البيئة بإضافة للفواد الاقتصادية والاجتماعية لتنمية المستدامة وكذلك الجودة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وأيضا كيف يمكن للأفراد المساهمة في التنمية المستدامة وأيضا نهاية التنمية غير المستدامة والخطوات العملية للتحول لعالم مستدامة يعني بشكل عام الدكتور روبي يتحدث عن بداية التنمية وكيف كان الإنسان ضر منذ البشرية أو بداية البشرية في التأثير والأثر على عملية التنمية المستدامة التنمية المستدامة هي عملية تلبئ احتياجات الجيل الحالي من المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها كمان التنمية المستدامة هي تشمل العملية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبقية أيضا كمان التنمية المستدامة هي بتهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك البقية وبين تحسين جودة الحياة للجميع فبالتالي لابد أن يكون هناك توازن يتحقق بين الاحتياجات والقدرة المتوفرة من الاحتياجات التي لا تستخدمها كأفراد كمان نتكلم عن أن أهمية التنمية المستدامة في العالم الحديث منقول أن أحد أهم التحديات طبعا اللي بتواجه العالم الحديث أن التنمية المستدامة أو النمو الاقتصادي وتنمية الاجتماعية دايما بيتطلبوا استخدام الوارد الطبيعية بشكل مستدام لدي موارد حتى أستطيع تحقيق التنمية سواء المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي بشكل عام أيضا التنمية المستدامة هي أحد أهم أو أساس للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي زي ما كاننا برضو في الدكتور بي تحدث عن أن احنا موضوع الأمن الغذائي ده مهم جدا بالنسبة للبشرية لأن ده أحد أساسيات الحياة للتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد فنحن فيه حقيقة فيه تحدي كبير بالنسبة لما يفعله الأفراد أو كيفية التلبية أو التواجن بين الاحتياجات والمطالب والتنمية المستدامة طبعا تساهم بشكل كبير في الحد من التلوث والتغير الملاح والفرادة للتنوع الغذائي لتحدي جوزة الحياة الجامعة بالنسبة لأهمية التلمية المستدامة وتأثير كمان التلمية غير المستدامة على البيئة والاقتصاد طبعا التلمية غير المستدامة بتقدي إلى استنزاف الموارد بشكل كبير وتلوث البيئة وتغير الملاح وده دي أصر عن الاقتصاد والاصلحة العامة وجودة الحياة طبعا والتلمية المستدامة أو التلمية غير المستدامة بشكل عام طبعا عدم الاستخدام الجيد لما لدي من موارد ده بيعزم أو بيعدي إلى تفاقم الفقر وعدم المشاوية وكذلك طبعا التلمية غير المستدامة بتقدي بشكل كبير جدا إلى عدد تحديث الأهداف المرجوة بالنسبة للتطور أهدا التلمية غير المستدامة اشتركوا في القناة دكتور دينا شكل وفصل عند الانترنت دكتور محمد حضرتك معنا نعم موجود معكم أهلا وسهلا بكم وأهلا بالمشاركين أهلا وسهلا فيك تخضر أولا أهلا وسهلا بكم وأشكر أكاديمية ميتا للدعوة الكريمة لعمل المحاضرة حول تطور البشرية والتنمية المستدامة وأشكر زملاء الأفاضل الدكتور روبى عبد العالي والدكتورة دينا اتاحتهم دينا الفرصة في التحبس عن التطور البشرية والتنمية المستدامة بمنظورها الأنثيربولوجي وطبعا يعني هما ما سابوا ليش مجال أتكلم فيه خاصة من وما شاء الله كلهم تبحروا في كافة المحاور وأشكرهم على المعلومات القيمة اللي هما قاموا بيها وأتمنى أن كلامي يكون زي ما بيقولوا مستساغ أو يعني مقوم بشكل أكبر لكل السادة الزملاء اللي موجودين واللي حاضرين معنا المحاضرة أو الندوة طيب طبعا يعني هتكلم بداية عن تطور البشرية ورفض الدكتور روبى للتحدث عن النظريات الغربية وأنا طبعا يعني ضد أننا نترك النظريات الغربية دون دراسة أو دون تدقيق يعني مثلا نظرية التطور للأسف معظم منطقة الشرق الأوسط والدول النامية أو الدول الأفريقية بتاخد نظرية التطور بمنظور ديني فقط أو بمنظور هو تطور الجنس البشري يعني كبينيا فقط لا غير لكن هناك الاتجاه التطوري معظم الذين تبنوا نظرية النظرية التطورية أو الاتجاه التطوري يعني ما اقتصروش هذه النظرية على تطور جسد الإنسان أو بنيته أو كده لا هم أخذوا الاتجاه التطوري في الثقافة التطور في السياسة التطور في الزواجة التطور في الاقتصاد فلذلك مثلا عالم من العلماء أبحر في تطور الاقتصاد وبدأ في شرحه وقسمه إلى مرحلتين كل مرحلة إلى ثلاث أجزاء يعني مرحلة النمو ومرحلة الوسطى والمرحلة العليا حتى وصل يعني بيسميه المرحلة البربرية العليا والمرحلة البربرية الوسطى والمرحلة البربرية السفلة بدأت التطور الحقيقي عندما اكتشف الإنسان النار هذه مرحلة والمرحلة الثانية بدأت عندما اكتشف الإنسان وصنع بنفسه بدأ الاقتصاد الحقيقي عندما تطور الإنسان وصنع لنفسه رمح وصنع لنفسه إناء فاكتشاف النار كان جزء مهم جدا في تطور البشرية واكتشاف أداء من أدوات الصيد كان أهم جزء في تطوره واللي ده ده بداية اكتشاف التكنولوجيا يعني التكنولوجيا بمفهومها دلوقتي احنا بنقول أجهزة الحاسوب وخلافه والتلفزيون والأقمار الصناعية ولأ في وقتها كان اكتشاف النار واكتشاف أداء من أدوات الصيد ده كان أكبر تكنولوجيا وهي اللي وصلت لللي احنا فيه دلوقتي النظرية التطورية في التطور الدين قسموا إلى ثلاث مراحل قال لك مرحلة الأرواح والاعتقاد بالأرواح ومرحلة السحر ومرحلة الآخرة هو مرحلة الدين فبالتالي النظرية التطورية لا تترك كلها بدون دراسة لأن النظرية التطورية ما هوش يعني طبعا مش في خلق الإنسان ما يعني ما يتقلش مثلا آه الإنسان كان أصله إردي فإزاي ده معارض في الدين في الآية كذا طبعا للأسف أنا متفق أنه طبعا يعني الإنسان بنية على أحسن تقويم وده يعني زي ما بيقولوا ما حدش يقدر يعترض فيه والإنسان خلق كإنسان وما كانش أصله إرد إذا كان الإنسان خلق من 24 ضلع والقرد خلق في 25 ضلع والجزء الفقرة الأخيرة الـ 25 هي التي مسؤولة عن إنحناء جسد القرد وإلى آخره الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على كافة الكائنات إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملهن وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا وبالتالي الإنسان هو إخطار أو قبل أن يحمل الأمانة أمانة العقل وأمانة التكليف فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعني ادالوا خلافة الأرض وتنمية الأرض وجعلوا خليفة على الأرض بحيث أنه يحكم الأرض بقوانين هو وضعها الإنسان وكلما يعني الإنسان انحرف أرسله أرساله الله له الرسل يعني ليعود إلى طريقه السليم لغاية ما وصلنا إلى وضعنا الحالي لكن برضو الإنسان بعد تبنيه الأديان السماوية لكن الإنسان حتى الآن للأسف عدو نفسه وعدو البيئة وطبعا التنمية المستدامة في حد ذاته كدراسة هو المحافظة على البيئة للأجيال القادمة واستغلال الموارد الموجودة في الأرض الاستغلال الأمسل وبالتالي أعتقد للأسف شديد أن الإنسان يعني زي ما قلت عدو نفسه فبالتالي هو للأسف ما بيستغلش خاصة في منطقة الشرق الأوسط والدول العقربية والأفريقية ما بيستغلش الموارد الاستغلال الأمسل بالعكس يحضر الموارد بشكل كبير جدا وللأسف ولا يبقى للأجيال القادمة في الفين وخمستاشر الأمم المتحدة تبني في اقتمر التنمية المستدامة وضع سبعتاشر تبني وكل الدول العضاء وفقوا على تبني محاور التنمية المستدامة السبعتاشر حتى تصل بدايةها من الفين وخمستدامة لفاية الفين وثلاثين لكن لا تحقق على أراضي الواقع للأسف حتى الآن في مجالة التنمية المستدامة ويعتبر حتى الآن سفر الأماكن الطبيعية التي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها التكيف البيئي واستمرار الحياة البيئية وطبيعية لا راح انتهكها من السلالغابات والسحارة ودخل بالشكل الكبير جدا بأهلاته وبمعداته وابتدى يتجرف سواء عن الأراضي أو الغابال أو غيره وأعتقد يعني بما لا يدع مجال للشكل كأن بمثور التنمية المستدامة السبعتاشر لن تتحقق لغاية عام الفين وعشرين لأن لغاية يومنا هذا والإنسان بيصارع الإنسان في كل بقعة من هذه الأرض طيب هل يجوز أن نستمر على هذا المنوال من محاولة استغلال كل ما ربنا سبحانه وتعالى عطاهونا دون البقعة للأجيال القادمة وخاصة أن كل هذه الموارد غير متجددة سواء الموارد المعدنية أو سواء الموارد الطبيعية معظمها غير متجددة هو فقط لغير الطاقة هي الوحيدة المتجددة دكتور محمد حضرتك معنا لو تسمحيلي إلى حين يدخل دكتور محمد سمحت أستاذتنا هو لا يهمك تفجر هو استكمالا طبعا للأستاذنا الدكتور محمد عز يعني هو برضو في نفس الإطار أو نفس المحور هو العبس السلوكي للإنسان إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى طول ما بالدنيا بتبقى ماشي على النمط القويم والنمط السليم هي عمارة الأرض هي التنمية هي البناء لحد أن تقوم الساعة ربنا بيحسنا إن إحنا نعمر هذه الأرض وإذا عمرناها بالطريقة أو الأسلوب الصحيح سنستطيع أو ستكيف لنا أو ستهيئ لنا بالشكل الأمثل والشكل الأفضل إحنا ممكن نشوف ظاهرة التصحر وظاهرة حرق الغابات حرق الغابات للحصول على طق أقل سعرا بنشوف دكتور صوتنا كان بيأبطل بس نسبة التصحر نسبة الجفاف وهكذا إحنا حتى بعتذر جدا جدا والله للأسف شديد معرفش الخط ولا لهمك دكتور محمد الله يخذيك اتفضل لا اتفضل لا انا سيبك طيب لو كنت بتتكلم يا دكتور هنكون عم نيصد مداخل صغيري قبل ما نكون عم نكفي آآ دكتور سنحاكينا عندك مداخلة تحياتي دكتور حليل لحضراتك دكتور حليل صح؟ صح تفضل تحياتي دكتور حليل لحضراتك وكل السلزة دكاتة لدكتور روبي دكتور دينة آآ دكتور محمد وتحياتي الغالية للآآ للبشمون صحيدر طبعا وكل السادة في الحضور آآ الصوت اولا كان بيقطع وهي محضرات قيامة جدا مشكرهم عليها لكن انا لفت انتباهي في الكلام للدكتور محمد أو الدكتور روبي لما كان بتكلم عن الموارد آآ الحقيقة هو بالكلقة احنا ده منظور غربي كده احنا عندنا طبعا المنظور الاسلامي ما عنده فيش حاجة عندنا في المنظور الاسلامي اسمها نضرة موارد. نضرة الموارد ده منظور غربي اللي هي نظرية كان احنا عندنا هي عدم عدالة في توزيع العدالة في توزيع حزين موارد على الناس. دي بس نقطة حتى اعترار حتى التنمية المستدامة في الفيون وخمستاشر وكده كان اعتراف من الامم المتحدة والجهات الرعية للتلمان المستدامة على انهم كانوا لا يضعوا للإنسان اهمية في المجتمع مع نفسه. ما كانش اعتراف منهم لما وضعوا هزير الاستراتيجية للتلمان المستدامة وعمموها على جميع المجتمعات مع ان المجتمعات تختلف في هويتها وطبيعتها على المجتمع الاخر يعني. واحنا كلنا طبعا بالنفس فيها وفي دول على فكرة يعني انجازت كتير جدا للسعودية مثلا انجازت انجاز كبير جدا في موضوع التلمان والسلامة. لكن ده اعتراف منهم ان هم اللي كانوا جاروا على الدول اللي هي الفقيرة والدول الشرق الاوسط والدول الافريقية والدول النشأة في استزايا في مواردهم في كل العقود السابقة. ده بس كانت لفتاة واشكركم شكرا جزيلا مستمتعين جدا معاكم في هذه الجلسة الحبورية الممتعة. اشكرك جزيلا شكرا على المدخلة والتعليق طبعا. المقصود بندرة الموارد طبعا فعليا يعني خلينا اقول لحضرتك ان باطن الارض فيها موارد. ولكن فيها موارد تكفينا وتكفي الاجيال القادمة. اذا استخدمناها استخدام امثل. لكن اذا الانسان الحالي الموجود في هذه الاجيال استغل الموارد الموجودة وابتدى يستنزفها يعني اكيد هنقدر نقول ان فيه ندرة للموارد للاجيال القادمة. ودل حدث في السابق. اه دل حدث في السابق. وللاسف احنا بنعاني منه كاجيال حالية. وللاسف الشديد اذا استمر الموضوع للاجيال القادمة برضو اه الاجيال القادمة هتعاني منه وهتدور على البدايل اه للخامات دي او للموارد دي. اه بدليل اه اه ان فيه حاجة اسمه انقراض. يعني اذا الانسان اه ابتدى يصطاد كائن حي بشكل اه اه زي ما بيقوله فج اكيد هذا الكائن الحي بيأثر في تكسره فبالتالي بينقرد. فنفس الشيء ده في الموارد. الموارد نفسها للأسف الشديد. اه يعني اه الله سبحانه وتعالى اه زي ما بيقول لهو اه يعني رازقنا كلنا لكن كل شيء منزلي بقدر معين فبالتالي عشان الانسان يستخدمه الاستخدام الامثل. وإلا ما كانش اه يعني اه 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 الله سبحانه وتعالى اه اه اعطانا امر بان احنا لا نصرف. اكله واشربه ولا تصرف. من الله لا هكتبه الموارد. فبالتالي ان ندرك الموارد ان كانت حتى منظور غربي. الا ان احنا كلنا لابد ان احنا يعني نقول انه موجودة فعليا مش يعني مش كل شيء غربي احنا هنتركه. ومش كل شيء غربي احنا هناخده. اه وللاسف الشديد يعني اه احنا اه على مدار قراءتي للمشهد احنا بناخد السيء من الغرب وبنترك الجيد. يعني بعض النظريات جيدة. بعض الامور جيدة تركناها. وتمسكنا ببعض الامور التي لا تريق بالمجتمعات العربية ولا الاسلامية ولا المجتمعات حتى الشرقى وسطية والافريقية ان هي تتبنىها. وده للاسف الشديد طبعا يعني ان دل على شيء دل على ان ان يعني ما فيش انتقاء وفي حاجة اسمها العولمة. للاسف الغرب بيخش بطريق غير طبيعي في تسقيف المجتمعات اه لاتباعها بشكل غريب جدا. وده هو يعني جانب اخر ان شاء الله نتكلم عنه في محاضرة اخرى هو العولمة والتساقف والى اخره. آآ ارجع طبعا آآ آآ يعني لو الدكتور روبي عايقول حاجة قبل ما اخش للمحاضرة. آآ يعني ازا سمحت لي استاذنا طبعا يعني انا بحترم استاذنا الجليل آآ في طاحب الطرح والملاحظة. واشكر حضرتك آآ ربنا يبارك في حضرتك آآ وتفقهك. طبعا هو المقصود آآ بالنظرة. يعني انا يعني اتفق معك كثيرا في بعض الامور. ولكن هو المقصود هنا بالنظرة انه كل شيء قابل للنقصان. تمام? ولكن حضرتك هو احنا بنتكلم على كيفية التعامل مع المورد نفسه. انا لو عندي آآ مثلا في البيت آآ آآ خزان مايا مثلا او كده. لو انا سبت الطفل دائم ابن يفتح الصنبور. وسايب او سايب العبس آآ في حنافية او ما شبه زلك. غير آآ يعني معطلة او او مش هتتصلح. وبالتالي هينقص هذا وبالتالي يجف. تمام? احنا لنا في القرآن الكريم لو حرضك بتستشهد برضو بالآآ بالآآ احنا لنا في قصة سيدنا يوسف التعامل مع المورد ومع النقصان. سيدنا يوسف لما حط الخزائن او المورد الرئيسي والاساسي لقوت الشعوب في ذلك الوقت. وتعامل معها بنظرية اقتصادية بحتة. ماذا كان رد الفعل? هو استغل الاستغلال الامثل. هذا ما نقصده من النظرة. كل شيء قابل للنقصان. قابل انه ينضب. ربنا سبحانه تعالى صخر للانسان. موارده. اللي هو هو خلق الانسان وخلق اه خلق معاه رزقه كما يقال يعني. هذا ادى شيء مسلم به. لكن الانسان بنرجع تاني. يعني انا من 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 اصحاب نظريض. اللي انه كل شيء بيحصل فيه فهو من العبس السلوكي للانسان. آآ ما فيش في مشكلة خالص. انه انه حتى لو حاجة بسيطة موجودة. ولكن لو تعاملت مع التعامل الامثل هتبقى معك. وبال بالعكس هتنمي المورد مش هينضب. لكن لو تعاملت العكس. كل تأكيد بالعكس. آآ حتى في البلدي عندنا هنا في مصر هنا في الامثل البلدي. آآ يعني يقال آآ صون النعمة تصونك. لما تحافظ على النعمة النعمة هتبقى. وعندما لا تحافظ عليها بالتأكيد ستزول. لان انت لسته اهلا ده. هذا ما نقصده. شكرا جزيلا حضر. العفو يا دكتورنا وشاكرين للتعليق. طيب التنمية المستدامة وان كانت تجد جزورها في علم الاقتصاد. لكنها طبعا بتتعدى ذلك لترتبط بمجموعة من العلوم. واهمها هي علم الانسربولوجيا. طبعا وبيفسر ذلك كون ان التنمية المستدامة بتوصف بانها حالة رقية اجتماعية. فهنرجع كده نقول ايه? هو التعامل مع الخامات او الموارد او اللي موجودة على الارض ازاي نتعامل فيها. فده معناه ان احنا بنأثر على الثقافة. يعني التنمية المستدامة هتخش في تغيير بعض انماط الاستهلاك والثقافة والى اخير في المجتمعات المعنية بان احنا نسلط عليها مبادئ التنمية المستدامة. طبعا لما بنقول ان هي حالة رقية اجتماعية متشعبة في عناصرها فهي تقدم في مستوى المعيشة لدى الافراد. يعني معناه ان الانسان الفرد الواحد ده هيبتد يغير من سلوكه سواء الاستهلاكي او سلوكه في كل الاشياء عشان يحصل حالة التنمية المستدامة. وده هيرجعنا للتساقف. التساقف او او زي ما بيقوله العلامة الثقافية. هل التنمية المستدامة هتفرض علينا? هنا بقى قادر اقولك ستوب يا نظريات غربية ستوب يا مفهوم غربي ستوب يا كل العلوم الغربية. هنا اوفي لو سمحتي التنمية المستدامة نجيبها بطريقة نحنا بنمط نحنا باسلوب نحنا عشان لما لما تغير فيه نحنا ما تغيرش في الاساس. ما تغيرش في ثقافة المجتمعات الراقية. يعني حتى الدين الاسلامي لما جيه وسيدنا محمد جيه قال انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاق. ما قالش انا عشان اشيل كل الثقافة اللي كانت موجودة في المجتمعات العربية في وقتها او في المكان اللي بعث فيه وانا جايب ثقافة اخرى. لا حتى الدين قالك انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاق. يعني كان فيه اخلاق والرسول صلى الله عليه وسلم تممها. فاذا احنا نتعامل بهذا المبدأ مع التنمية المستدامة. ما ناخدوش كله. ما ناخدوش كله ونحطها في في مجتمعاتنا العربية او المجتمعات اه الشرق الوسطية. لا. للأسف الشديد ده هيدي الى تدمير الدولة او كيان الامم. الامة العربية او الامة الافريقية او او الامم اللي هتمارس عليها التنمية المستدامة. هما في الغرب او في في الدول المتقدمة مرسوا التنمية المستدامة في يعني للأسف الشديد ما مرسوهاش. لذلك الموارد عندهم اصبحت صفر او زي ما بيقولوا اه اه بقت قرع جوزة. فبالتالي هم توقفوا عن استغلال مواردهم في الغرب. وقالوا استوب بقى خلينا نشوف ايه العالم دي. العالم دول العالم التالت. تعالوا نروح افريقيا ناخد مواردهم. تعالوا نروح الدول العربية نسلب ممتلكاتهم. تعالوا نروح الدول الاسيوية وناخد كزا. فبالتالي التنمية المستدامة اذا فرض علينا من الغرب احنا كده بنتكلم عن الانثربولوجيا. معلش هي الموضوع متشاعب شوية يعني نركز فيها شوية. بنتكلم عن الانثربولوجيا. انثربولوجيا هو علم دراسة الانسان. علم دراسة الانسان طبيعي واهتماعي وثقافي. في مدارسة الانثربولوجيا البريطانية او الفرنسية او الامريكية هم في النهاية اتقسمت لثلاث حقول. الحقل الطبيعي هو دراسة البنية الانسانية والجسم الانسان والدراسة الأنثربولوجيا الثقافية والأنثربولوجيا الاجتماعية فبالتالي إذا أخذنا التنمية المستدامة في الأنثربولوجيا معناه أنهم هيغيروا من تفكيرنا هيغيروا من ثقافتنا هيغيروا من ممارساتنا الحياتية اللي احنا نشأنا عليها واللي احنا بنتطور فيها بشكل غير طبيعي مع تطور استخداماتنا للتكنولوجيا أو للأجهزة وإلى آخره لكن للأسف الشديد إذا استقبلنا التنمية المستدامة بمفهوم الغربي ده فيها تدمير ما فيهاش تدمير للمجتمعات العربية والأفريقية طيب نرجع بقى نقرأ تاني توصف بأنها حالة رقمت الشعب على مستوى سلوك الإنسان في التعامل مع البيئة المحيطة به حرصا منه على حياته وحياة المجتمع كاملا وده اللي بيحصل معانا ان احنا مثلا البنك الدولي لما افرد تغيير في النمط المعيشي للصومال ادت الى الصومال اللي احنا شايفينه النهاردة دولة زي الصومال كانت دولة تعيش جزء منه يعيش على الراعي وجزء منه يعيش على الزراعة بنك الدولي دولة عشان يقرضوا قال لك طب انتوا كده بتعملوا انتاج يعني استهلاكي اكتر فبالتالي اعملوا انتاج نقدي فغيروا في عملية الانتاج الزراعي عندهم اصبح العدد من الاراضي الزراعية انتاج من البيع المادي فبالتالي الراعي ملقاش اللي يأكله وبالتالي اصبح الفقر يضرب في كل قبيلة وفي كل بيته في الصومال حتى يومنا هذا مش تلاقينا نفسهم من ايه من قرار تندخل في ثقافة الانسان الصومالي وتغيير نمط الحياة والانتاج والاستهلاك عندهم فبالتالي يعني ما نقدرش ناخر التنمية المستدامة بشكل الجامعي اللي هم حطوا طينه ولكن علينا ان نحرص ان ندخلصها بدراسة وفقا لمعتقداتنا وفقا لمعتقداتنا وفقا لعاداتنا وتقالبنا وده مش بمعنى ان احنا ملايكة في عدادات سهيئة عندنا لازم نسببها في عدادات كويسة جدا لازم نتمنعها ونزود فيها يعني عادات المجتمعات العربية والتعادد والتكاتف والعدادات الاجتماعية في الترابة الأسري ده مش بالغرب. وممكن يدرس التنمية هيا بمفهومه وهوه. لكن انا نخلص التنمية المستدامة على الشكل الآسري أو على شكل القابل mio او على الشكل الاجتماعي بتاعنا. طيب التنمية المستدامة طبعا مفهومها أسردتها الدكتورة دينها بشكل مستفيد عشان ما أخدش برضو من لقتكم لكن من خلال مفهومها الاقتصادي هو تحقيق حالة الرفاق الاقتصادي وفقا لما هو متاح مع المقدرات والموارد الطبيعية مع ضرورة حمايتها والحرص على عدم إهلاكا وده اللي احنا قلناه في التعريفه إنه هو الإدقاء على الموارد للأجهال القادمة طب وفقا للمنظور الاجتماعي للتنمية المستدامة يقوم على فكرة تنفيذ مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والتي أهمها حماية البيئة والعمل على خطط بناء وتدبير يدخل في اعتبارها للأجهال القادمة يعني برضو بيتكلم عن الأجهال القادمة ومواردهم وذلك بحماية أكبر قدر من الموارد واعتبارها مخزون مستقبلي ولازم نحط ده في اعتبارنا لأن الموارد تنضب الموارد تنضب يعني حتى كل شيء في الأرض بتنضب طالما الإنسان طالما الإنسان يتدخل به بشكل سافر يعني الموارد دي بتل ولذلك حتى الأديان حسين على التوفير وعدم الإسراف وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصرف في الماء ولو كنت على نهر جاري يعني الماء اللي انت بتستخدمه ما تستخدمه بشكل فز لو كنت يعني قدام نهر جاري ومن هنا يمكن الوقوف على العامل الرئيسي لنجاح خطة التنمية المستدامة وهو أنها غالبا ما تتطلب تغيير السياسات والبرامج والأنشطة التنموية بحيث تبدأ من الفرد وتنتهي بالمجتمع حتى يتغير السلوك البشري ذاته بما يضمن الاستفادة منه في خطة التنمية والتطور المعيشي للفرد بجانب بقاء التزام حقيقي يضمن ارتباط رفاهية الأجيال الحالية برفاهية من يليها بمعنى أن رفاهية الأجيال القادمة مسؤولية على عاتق المجتمع الحالي يعني الأجيال القادمة يا إما هتدعي علينا يا إما هتدعي لنا ولقد أصبح العنصر البشر هو محور أي تفسير لعملية التنمية المستدامة حيث أنها وإن كانت حالة اقتصادية يأمل فيها المجتمع لنفسه تطور ونموك اقتصادي شامل للمستوى المعيشي والحالة الصحية والتعليمية والرفاهية الاجتماعية مع حماية مقدراتها للأجيال القادمة من كلامنا ده نقدر نقول أن التنمية المستدامة ونظريتها ومحاورها حتى الآن وأنا من خلال أكاديمية ميتا بدعو بدعو نحن ندرس التنمية المستدامة بمنظور عربي ونفقتها ونشوف تأثير التنمية المستدامة على السلوك الإنسان العربي ثقافيا واجتماعيا لأن نحن لو أخذنا القالب الأوروبي ونفذناه على الدول العربية ممكن تأثر تأثير بالغ في بنية المجتمع العربي فلذلك ياريت دعوة لأكاديمية ميتا وده أكاديميتنا كلنا نعمل نشرة أو مسابقة لدراسة محاور التنمية المستدامة وتطبقها عربيا وتأثيرها على المجتمعات العربية إذا تطبقت بنفس المفهوم الغربي طيب نقدر بقى من خلال عناصر التنمية المستدامة طبعا نتكلم عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية وحماية البيئة كل دي محاور التنمية المستدامة لكن يبقى يبقى في الأساس لأن أنا باحث اجتماعي يبقى التحذير قبل منهي كلامي إننا ناخد القوالب الأمريكية أو الغربية ونطبقها على الدول العربية بشكل كما هو بدون دراسة وبدون تحقق وبدون بحث لأن ده هتأثر ونتائجها على المجتمعات العربية أو الأفريقية هتكون كارثية خاصة إننا كدول أو كمجتمعات حتى الآن متمسكين بالأشياء أو الثقافة أو العادات والتقاليد القديمة وهي وهي ده اللي أبقت هذه المجتمعات يعني باقية وسليمة وما تضررتش بشكل كبير جدا في المكون الأسري أو في المكونات الاجتماعية اللي فيها يعني إحنا ما بقناش غربيين ولا في عاداتنا ولا في تقاليدنا ولا في تزاودنا ولا في اختلاطنا إحنا لينا معتقداتنا ولينا عاداتنا ولينا تقاليدنا وفي حاجة يعني عندنا تربينا عليها هو الصح والغلط والعيب وإلى آخر بجانب الدين هي دل هي دل أبقت هذه المجتمعات كما هي سليمة وكما هي باقية فبالتالي إن احنا نجيب حتى لو كانت يعني زي ما بيقولوا غلفها جميل جدا وهي الرطاهية الأجيال القادمة والمحافظة عليها والاستخدام الأمثل وكل دي أشياء حميدة بنتكلم عنها لكنها هتأثر في تطور هذه المجتمعات لأن هذه المجتمعات بتمسكها ببعض العادات والتقاليد أو بانتخابها أو زي ما بيقولوا استعارتها لبعض الثقافات السليمة لأن نحن مش يعني هات السقافات اللي احنا بنمارسها في مجتمعاتنا هي يعني ما هيش ثقافات جامدة وباقية إلى الأبد لا احنا استعارنا ثقافات كتيرة جدا من دول كتيرة سواء دول 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 اللي جم تزاواج معنا أو الدول اللي اختلطوا معنا وإلى آخر استعارنا ثقافات جميلة جدا ورفضنا ثقافات أخرى زي التبرج ورفضنا ثقافة الإباحية وثقافات أخرى الغرب بيعاني منها فبالتالي لو احنا قلنا هننفذها هننفذ البنود بتاعت التنمية المستدامة بشكلها الجامد اللي موجود ده أو قلنا هننفذ النظريات الغربية أو النظريات العلمية اللي هم وضعوها بشكلها أو بطريقها لا احنا كده بندر بمجتمعاتنا مش وبندر بالأجيال القادمة لأن أصلا المحافظة المحافظة ووصول ثقافتنا للأجيال القادمة هي من التنمية المستدامة يعني احنا لو رحلنا عادتنا وتقاليدنا الحميدة وثقافتنا المحترمة للأجيال القادمة هي من بنود التنمية المستدامة فمش عشان بند اقتصادي نضيع البند الثقافي ومش عشان بند رفاهية الإنسان في المستقبل أو في الحالي نضيع البنية الاجتماعية للأسر أو المجتمعات العربية فبالتالي دعوة أخرى لميتة ضرورة عمل بحوث عن التنمية المستدامة وفط مفهوم عربي. أشكركم ومنتظر التعليقات وياريت يبقى فيه تعليق وأغز وعطى في الحوار نعم دكتور محمد جزيلي شكر والتقدير اللي عنده مداخلة من أساتذتنا دكتور مازل معنا شكرا 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 القيمة الله يبارك شكرا 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 جزيلا دكتور مازل الله يبارك لبي اللي عنده سؤال اللي عنده شيء إذا موجودين الدكاثرتنا لا أسه شكرا في الرسائل دكتور جاء تعليق من دكتور عاطف إن هناك فرق بين العادات والثقافات والعادات والتقاليد تقريبا لأن أنا مش شايف رسائل طبعا العادات والتقاليد هي جزء من الثقافة يعني أو هي من محاور الثقافة عموما الثقافة والهوية هي ممارسة الإنسان الحياة مع البيئة اللي هو عايش فيها فبالتالي نطمة الحياة وفق البيئة اللي هو فيها بيتكيف عليها ومنها العادات والتقاليد يعني إذا أخذنا عادات وتقاليد المجتمعات مثلا في أفريقيا هنلاقيها مختلفة تماما عن بعض المجتمعات حتى العادات والتقاليد في المجتمعات الإسلامية الأفريقية غير المجتمعات الإسلامية في العربية لأن يعني هؤلاء مثلا في نشأوا في يعني في منطقة عبارة عن غابات أو بالمعنى صح مراعي طبيعية فبالتالي عادات متقاليد هما تختلف تماما عن الإنسان اللي نشأ في منطقة صحراوية فبالتالي العادات والتقاليد جزء أساسي في ثقافة الإنسان أشكرك دكتور عاطف جرجس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدول الافريقية بعض الدول الافريقية عشان يحفظوا على البيئة افتكسوا قديما قديما قبل ما يروح لهم الاديان ومستمرة حتى وقتنا هذا في الديانات المحلية عندهم حاجة اسمها التوتومية اكيد المتبحرين في العلوم الافريقية عارفين التوتومية يعني او التوتوم التوتوم هو اعتقاد او الالتزام قبيلة معينة او مجموعة بشرية معينة بحماية كائن معين وصلوا لتقديسه بمعنى احنا النهاردة مثلا لو جدينا في القاهرة هنا فانا بكلم من القاهرة فانا لو لقيت مثلا قمت من النوم لقيت مساح تحت السريغة عندي اكيد هيجي للساكة قلبية لا هما ممكن قبيلة بتقدس هذا الكائن فتقول لك الحمد لله حصل لنا بباركة النهاردة بداخل تمساح في بيتنا تمام التاني بيقدس شجرة القبيلة التانية القبيلة التالية بتقدس سمكة القبيلة الرابعة بتقدس عقرب حشرة القبيلة الرابعة فبالتالي الاعتداء على هذا الكائن كان يمع اعتداء على القبيلة فبالتالي المجتمعات احترمت توترميات الآخرين وما قتلتهمش او ما دارتش عليهم. بالتالي الثقافة هذه الثقافة هي دخلت تقديم الشردين وطبعاً نحن نعرف عليها لأنهم ما وصلوا لهمش كانت الأديات. ادروا يحفظوا على البيئة بتاعتهم. طيب. تعال لأ برضو في بعض اللي احنا حتى كلمت تجمعات طبيعية. نقلت على بعض شعوب للأسف ان هما شعبك كسلانين. خلصت. بدون ذكر هذه الشعوب. انا بقول لهم لا هما مش كسلتهم بالعكس هما عندهم تصالح مع البيئة بتاعتهم. انت في صراع في المدينة. عشان لقمة تعيشك. فانت تجاري. عايز تشوف لك. عايز تشوف لك. عايز تشوف لك. عايز تشوف كزا. عايز تشوف كزا. طيب هو هجري له. وهو الأرض اللي بتنبتلو. والمراعب بتاعتك بترعى. واخر الموسم بيروح يبيع الكام حتى بتوعه. وبيجيب الزاد بتوعه ويحطوه. وهكذا دورة الحياة الشغالة عنده. ما عندوش هذا الصراع. هذا الصراع. مع البيئة. عشان ياخد هو اكبر قدر. من الموارد البيئة ليه هو. وده اللي الدكتور اشار عليه. اسلاميا قالك ما عندناش ندرة في الموارد لكن عندنا طمع لانسان. اه فعليا هو في ندرة ولكن فيه طمع انسان كمان. ان هو ياخد ايه الموارد كلها ليه. من ايه من تزاحم الحياة في المدينة بالاخص. بالاخص طب. لما احنا هنا في القاهرة مثلا او في العواصم او في المدن الكبيرة بنصارع من اجل العيش ومن اجل جلب اكبر الموارد وضمان معيشة لينا ولأطفالنا. وكده. بالتالي القرى ما عندهاش الكلام ده كان من زمان. لكن دلوقتي القرى كمان ابتدت تتسارع لانها تأثرت بالايه? بالعولمة دخل عليها التلفزيون ودخل عليهم الانترنت فبالتالي هم شايفين الانتريل فلاني بالشكل فلاني وشايفين البيت مجرون بكزا وشايفين السراميك وشايفين كزا وشايفين كزا فعايزين يوصلوا هم اهو ده اللي هو ليه العولمة اللي قلت لك عليها. عايزين يوصلوا للحالة بتاعتك اللي انت في المدينة. انت قاعد قدام بلة فيها اشجار وفيه حمام سباح. هو عايز يوصل للرفاية. ده هو شايف ان دي رفاية. مش شايف ان اللي هو فيه من التائنات الحياة. يعني احنا مثلا انا افتكر انا نشأت في بيئة ريفية في النوبة. وكان عندنا كل مواردنا في البيت موجودة ومحفوظة وبنرعاها سواء من طيور او من غنم او ارانب او خلاف. وكان بيجينا الاكل من الزرع البيقيق والام و الى اخره. لما قتل التلفزيون ودخل في المجتمعات القروية ابتدينا ان احنا نغير من عشتنا. ولأ ورفضنا وجود اللي احنا بنستخدمها على الحيوانات او الفراخة او 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 الطيور. رفضنا وجودها في جانب او في حجرة او في مكان منعزل حتى داخل البيت. لا. رفضناها داتا وابتدينا نستهلك من المحلات والبقالات و الى اخره. ولذلك الانسان في الريف عندنا ما كانش كان بيحس بالمرض قبل ما يجيه له الموت بتلات ايام. وبعدين نسمع ان فلان توفى. لكن دلوقتي وهو شاب كم من الامراض دخلت عليه من السرطانات وخلافه. للأسف شديد من التغير الثقافي. التغير الثقافي في الانتاج والتغير الثقافي في الاستهلاك. من ايه؟ من العولمة. والعولمة دي هو التلفزيون والانترنت. استخدمناها استخدام سيء. فبالتالي العادات والتقاليد هو اساس والثقافة هو اساس التنمية المستدامة. والمحافظة على العادات والتقاليد والثقافة هو اساس التنمية المستدامة. احنا في ازمتنا الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. انا عملت دعوة ان احنا نرجع لزي ما كنا ننتج ما نستهلكه في منازلنا ننتج العيش بتاعنا وننتج الطيور وننتج الحاجات نرجع لتربيتها في بيوتنا للأسف احنا في العاصمة مش هنعرف نعمل كده لكن في القرى لو عملوا كده العاصمة هتعيش في رفاهية او المدن هتعيش في رفاهية اشكرك يا فندم اتمنى ان اكون اجابت على سؤالك انا لو تسمح لي استاذنا يعني انا ليه تعقيب صغير لو سمحت لي استاذنا هو يعني احنا دايما كنا بندعو المحافظة على الهوية الثقافية والهوية الثقافية للأسف الهوية الثقافية تكاد تكون اندسرت او بتندسر او خليني اكثر تفاؤلا واقول انها طبع صرت فاحنا بنحاول لو حاولنا نلم شتات الهوية الثقافية لكل مجتمع زي ما اشار الاستاذ الدكتور محمد عيز الهوية الثقافية المحلية على مستوى المحلي ولكن هي مش العولامة بس يا دكتور لا يعني هي هي انانية الفرد نفسه الفرد نفسه مش يعني معاندوش رضا بالبيئة المحلية اللي بيعيش فيها فبيحاول دايما نظرية ايه؟ نظرية التقليد او نظرية الانانية في التقليد فاستطرط على السلوك البشري للفرد يعني انت يعني على سبيل المثال مجتمعاتنا العربية بتقيش في الوقت الحالي مشكلة رهيبة جدا وهي مشكلة النمط السلوكي للاكل مسلا البرندات والمركات ومحلات الاكل الغربية بقت موجودة اكتر من محلات الاكل الشرقية يعني انا يعني لم يكن حالفا يلحظ بزيارة بغداد او العراق ويعني حبيبة وبلد عزيزة يعني تمث القلب يعني كنت اسمع انه في اكلات شعبية موجودة تختص بهذا البلد حتى في الشارع على مستوى البيوت احنا يعني لما نشوف الوجبات السريعة الفاست فود دلوقتي المسارطنة واللي جابت الامراض وجاء وعملت ويسوت احنا يسا كنا بنتكلم في بعض القرى او في اغلب القرى دلوقتي ظاهرة في مصر مسلا محلات اسمها محلات كريب نمط سلوكي غير معتاد طيب احنا كنا اغلبنا من الريف وكنا بنسعد ان احنا يعني الاكل كان بيطهى على الحطب او الخشب وهذا صحي مية في المية طيب تغير هذا النمط وهذا السلوك اصبح السلوك الغربي باجهزته وما شابه الاكل الغربي المصدر من المحلات والبرندات الانانية المفرطة تغيير النمط السلوكي حتى في الاكل اثرت على صحة الانسان الحاجة الاخرى يعني كان فيه سؤال برضو اه في الشات انا شايفه انه بالنسبة للغرب لا يصلح للمجتمعات العربية انا متفق مع حضرتك تماما صاحب هذا السؤال وانا بقول ان اهداف التنمية المستدامة احنا ليه دايما احنا بناخد بناخد الانماط اللي بتملأ علينا من الغرب وهي اللي تناسب مجتمعاتنا بالفعل يعني انا لما بتكلم مثلا على المجتمعات الغربية هي عدت مرحلة ما عندهاش مشكلة خالص في الاحتياجات الاساسية للانسان هي بتبحث عن الرفاهية طب انت هتطبق ذلك على المجتمعات الفقيرة اللي هي زي مجتمعاتنا هتطبقه ازاي الغرب بيطلب مننا ان احنا نساويه او ما يطبق عليه يطبق علينا دي اشكالية كبيرة جدا احنا ليه دايما مسكين في زيل الغرب. الامم المتحدة لما حطت حقوق الانسان حطت الاهداف بتاعتها التوفير الاحتياجات من الاكل والشرب والمسكن. طيب ازا كنت بطرف ان المجتمعات بتاعتنا دي تفتقد لهذه الاشياء جميعهم. جل لهذه الاشياء مفتقدة. المواطن العربي او المواطن في الشرق الاوسط او في الدول النامية من اول ما بيصحى من النوم لحد ده بينام مشكلته الاساسية انه بيبحث عن الغذاء. بيبحث عن الاحتياجات الاساسية. اللي بيبحث عن مسكن واللي بيبحث عن اكل واللي بيبحث هذا شأنه. انت بتطلبني بتحقيق تنمية مستدامة بتتطلب في مضمونها شيء من الرفاهية. طيب انا ازاي هتعامل مع الموضوع ده? وانت بتصدرلي في نفس الوقت بتساعدني على اني انهب السروات اللي موجودة للاجيال القادمة بتعدى عليها. بتطلبني بان انا بشيء عافسي وبشيء مفرد. بفتقد الهوية. بفتقد الانتماء. الانتماء الوطني ده. يعني اتمنى برضو ان اكاديمية ميتا ممكن تكون يعني تفسح لنا المجال. مثل هذه المحاضرة هو كيفية الانتماء الوطني المفقود او الاندماج الوطني ياخل شعوبنا. احنا منقسمين لعدة شرايح. الطبقات الموجودة في المجتمع. في كل مجتمع عدة طبقات. طبقة فيها تفاوت كبير ما بينها وبين الطبقة الاخرى. بيولد عدم الاندماج. بيولد عدم الانتماء. فكل ده بيأثر نتيجته ايه? او هو تأثيره كلها ايه? تأثيره بالفقد. انا عندي فقد مش هيبه. عندي انتماء. عندي تقليد. عندي انانية. عندي العبس السلوكي اللي احنا بنتكلم عليه. هو وليد مثل هذه الاشياء. فانا متفق تماما مع ان الهوية وخاصة الهوية الثقافية ضروري ان تستعاد من بحثرتها. ضروري ان يحافظ على الهوية الثقافية داخل المجتمعات بتاعتنا دي رقم واحد. الهوية الثقافية هي اللي موجودة لان المجتمعات الاولى ما قبل حتى التاريخ. كانت عبارة عن مجموعة ثقافات محلية. هي اللي بنت بعد كده المجتمعات الكبرى. وبنت الحضارات. وكل مجتمع كان بيحافظ على سدوكه سواء المجتمع الرعوي المجتمع الزراعي المجتمع وهكذا. كل ده كان ليه خصوصيته وليه ثقافته الخاصة به. وبذلك كان نتاج للثقافات. العادات اندمجت في هذه الثقافة في كوان الثقافة كبرى ثقافة تحت مظلة ثقافة. عادي يعني يعني على سبيل المثال يعني انا يعني اه كل سنة وحضراتكم طيبين احنا على مشارف آآ قدوم شهر رمضان الكريم. كل عام بنواجه مشكلة الافراط والتعامل مع شهر رمضان بالافراط. في ظل الظروف الاقتصادية او في ظل ندر او قلة بعض الاشياء للمواد الغذائية وما شبه هذلك في في معظم المجتمعات. طيب. ايه الالية اللي احنا حطناها? انه نحافظ على هذه السلوك. يا اسدزيت الكرام. آآ كل الاخوة المستمعين لهذه المنصة. انا ادعو ادعو ان احنا نغير من نمط العقل ونساعد على تغيير النظريات التي رسخت في العقل ان انا وفقط انا وليس من دوني شيء. تمام? نغير هذا السلوك. نغير هذا النمط. احنا بنتعامل مع آآ مجتمع كل بواند. كل قيرات. كل ثروات. ربنا احباه الله بكل الاديان السماوية. كل الثروات. كل الدنيا تكالبت علينا وما زالت تتكالب. لما نبص نلاقي ان الانسان بيساعد على الحروب اللي بتهدم البنية التحتية والبنية المستدامة اللي اللي بنيت منذ مئات السنية. تأتي الحروب وبأيدينا وبأيدينا ومساعدتنا وننسفها للاجراء القادمة. احنا بنتعدى على الاجراء القادمة. لماذا لن تشرع او لماذا لا تنادي الدول المتضررة اللي هي دولنا احنا انه في مواطيك الامم المتحدة في مجلس الامن في المنصات الكبيرة انه في حالة الحروب في حالة الصراعات يحرم الاعتداء على البنية التحتية والبنية الاساسية اللي موجودة لانها مش خاصة بالجيل الصاحب الصراع دي خاصة بالاجراء القادمة. احنا بنوعد نبني اثنين نبني مئات السنين وبتأتي حرب بتأتي صراعات تنسف ذلك في لحظات فما زن بالاجراء القادمة وهذا عائق من عوائق التنمية المستدامة. انا اطلت كثيرا ولكن انا اشكر ساعة صدركم. شكرا جزيلا لحضراتكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا عليك وشكرا للحضور والف شكر لميتا المستقبل. جزيلا الشكر والتقدير للجميع. جزيلا الشكر والتقدير إلى الجامعة الوطنية العلوم والتكنولوجيا في العراق وعلى رأسهم السيد رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق العيبي وكذلك الأساتذة اللي حوله في الإدارة الجامعة وعلى رأسهم المركز التعليمي المستمر والأستاذ الدكتور مازن الحميد وجميع السادة الحضور كذلك نشكرهم وأكاديمية ميتا المستقبل العليمية ان شاء الله تكون بوابة لهكذا محاضرات بزعامة ورأسة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في العراق. جزيلا الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور محمد العز الدين وكذلك جزيلا الشكر والتقدير للدكتور روبي محمد عبدالآل وكذلك الدكتورة دنيا العشري جزيلا الشكر والتقدير على هذه المحاضرة القيمة. فاق الاحترام والتقدير لجميع الحضور معنا. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا أكاديمية ميتا والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. وشكرا لحضراتكم على ساعة الصدق. استودعكم الله فاق الاحترام والتقدير للجميع. تصبح من على خير جميعا. تصبح من على خير جميعا.